أهلا بكم في النشرة الاقتصادية أبرمت شركة الجنوب للسياحة إحدى الشركات التابعة لممتلكات وشركة قوارب ضاعن اتفاقية ستقوم بموجبها شركة الجنوب للسياحة بشراء زورقين سريعين من شركة قوارب ضاعن لنقل ركاب من وإلى جزر حوار وأكد سعدة الشيخ حمد بن محمد الخليفة رئيس مجلس إدارة شركة الجنوب للسياحة أن توقيع الاتفاقية يعد أمرا مكملا لخطوات سابقة مدروسة فنيا وماليا وإداريا وتهدف في مجملها إلى تطوير الإسطول البحري الخاص بالشركة كما أوضح سعادته أنه إلى جانب تحقيق معايير الأمن والسلامة فإن سبل الرفاهية والراحة تعد هي الأخرى واحدة من أهم المتطلبات التي تحرص الشركة على توفيرها في السفن المنضوية تحت أسطولها بما يعكس التوجه الجاد نحو تشجيع السياحة الداخلية افتتحت أعمال الاجتماع العام الثاني والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنامة برئاسة سلطنة عمان وقد حضر الاجتماع عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف توحيد الجهود الإقليمية والدولية في هذا المجال من أجل حماية الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من مخاطر تلك الجرائم واستعرض المشاركون أخر تطورات وأهم المسائل والتحديات المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب بالإضافة إلى النظر في عدد من التقارير ضمن برنامج المتابعة المتعلق بالالتزام بالمعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن وانتشار التسلح كما ناقش المشاركون الخطة الاستراتيجية الرابعة للعام 2016 إلى نهاية عام 2018